بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس الدوال اللغرتمية وتمثيلها بيانياً سنتكلم في هذا اللقاء عن تعريف الدالة اللغرتمية وكيفية إيجاد مجال هذه الدالة إذا كانت الدالة ويساوي بي أس إكس هي الدالة في الصورة الأسية أو الدالة الأسية علماً أن بي هو الأساس وإكس هو الأس والواي هو الناتج فإنه يمكن الحصول على قيمة إكس بمعلومية الأساس بي والناتج واي إذن إذا كان واي وبي معلومين وأردنا إيجاد إكس فيمكن أن نستخدم الصورة التي تعرف بالصورة اللغرتمية فإذا كان واي يساوي بي أس إكس فإن إكس يساوي لغرتم واي بالأساس بي الإكس هنا هو الأس أو هو اللغرتم إذن اللغرتم يعبر فعلياً عن الأس في الدالة الأسية إذن إكس اللغرتم هو الأس وواي هو ناتج الدالة الأسية أو العدد هو ما داخل اللغرتم والأساس في كل الدالتين بي هنا هو أساس الدالة الأسية وهنا هو أساس اللغرتم تذكر أن بي يجب أن يكون عدد موجب ولا يساوي إلى الواحد إذن هذه المقارنة بين الصورة اللغرتمية والأسية تعتبر هاتين الدالتين دالتين متعاكستين من شروط الدالة اللغرتمية والأسية معاً هي أن يكون الواي ينتمي إلى آر الموجب وهو مجال الدالة اللغرتمية وأن يكون بي الأساس عدد موجب حقيقي ولا يساوي الواحد طبعاً إكس يمكن أن يكون عدد موجب أو سالب أو حتى صفر تدريب أكمل الجدول التالي إذا كان لغرتم 49 بالأساس 7 يساوي 2 فإن 7 تربيع يساوي 49 فإذا علمت أن 10 تكعيب يساوي 1000 فإن لغرتم العشرة إذن ما داخل اللغرتم هو العدد وبالتالي اللغرتم يعتبر هو الأس هذا يعني أن لغرتم الألف بالأساس 10 هو 3 3 أس 5 243 إذن بالصورة اللغرتمية المئتان والثلاثة وأربعين هو العدد ما داخل اللغرتم وناتج اللغرتم هو الأس اللغرتم ناتجه هو الأس أو نقول أن اللغرتم هو الأس إذا كان لغرتم 2 بالأساس 4 يساوي 1 على 2 فإن 4 أس انتبه الأساس 4 الأساس 4 الأس هو اللغاريتم إذن 4 أس نصف يساوي إلى الاثنان نصف أس 4 يساوي 1 على 16 هذا يعني أن لغاريتم بالأساس نصف لـ 1 على 16 يساوي إلى 4 لغاريتم 1 على 25 بالأساس 5 يساوي إلى سالب 2 عادة إذا كان لدينا الصورة اللغاريتمية ونريد إيجاد الصورة الأسية نأخذ الأساس ونضعه أساس لهذا العدد إذن يكون الأساس في هذا المكان يتحول هذا العدد يصعد إلى الأعلى ليتحول إلى الأس ونتخلص من اللغاريتم فتصبح 5 أس سالب 2 يساوي 1 على 25 كما هو موضح هنا في الصورة الأسية 12 أس 0 يساوي 1 هذا يعني أن لغاريتم الواحد بالأساس 12 هذا هو الأساس يساوي الأس 0 ملاحظة نعلم أن 1 أس أي عدد يساوي إلى الواحد وهذا يعني لو أخذت لغاريتم لكل هذه الأعداد فإن لغاريتم الواحد والأساس 1 إذا كان الأس 1 أو 2 أو 3 يعطيني نفس الإجابة أي أنها متساوية ولذلك نقول أن لغاريتم الواحد أو لغاريتم إكس بالأساس 1 هو غير معين لأنه ليس وحيد إذن يجب أن يكون الأساس عدد موجب ولا يساوي الواحد لأنه إذا كان يساوي الواحد فمهما كانت قيمة إكس في هذه الحالة سنحصل على نفس الإجابة إذن شكل الدالة اللغاريتمية إكس يساوي لغاريتم وي بالأساس بي يكافي أن وي يساوي بي أوس إكس علما أن مجال هذه الدالة اللغاريتمية الواي يجب أن يكون عدد حقيقي موجب ويجب أن يكون الأساس حقيقي ولا يساوي الواحد تمرين أوجد قيمة لغاريتم 16 بالأساس 80 أولا سنفترض أن هذه القيمة تساوي إلى المجهول إكس ثم نحول هذه اللغاريتم هذا اللغاريتم إلى الصورة الأسية هذا العدد وهو أساس اللغاريتم نضعه أساس للأس ونصاعد الإكس هي الأس وهذا هو الأساس طبعا نتخلص من اللغاريتم ليصبح بالطرف الأيسر فقط 16 وفي الطرف الأيمن تصبح ثمانية أس إكس إذن أصبحت 16 يساوي ثمانية أس إكس لحل هذه المعادلة لاحظ أن كل العددين ستة عشر وثمانية يمكنك كتابته على الصورة اثنان أس عدد وبالتالي ستة عشر هي اثنان أس أربعة والثمانية هي اثنان أس ثلاثة وتذكر أن اثنان أس ثلاثة أس إكس عندي أسين نضرب هذين الأسين لنحصل على اثنان أس ثلاثة أس إكس كما هو موضح بما أن الأساسين متساويين هذا يعني أن الأسين متساويين ومنه فإن ثلاثة أس تساوي إلى الأربعة وبالتالي أس تساوي أربعة على ثلاثة بعد قسمة الطرفين على ثلاثة إذن�� لغارتم ستة عشر بالأساس ثمانية يساوي أربعة على ثلاثة ملاحظة إن لغارتم إكس بدون الأساس يعرف باللغارتم المعتاد فإذا كتبنا لغارتم إكس دون كتابة الأساس فهذا يعني أن الأساس هو عشرة أي يمكن كتابة لغارتم إكس بالأساس عشرة على الشكل لغارتم إكس دون كتابة الأساس يعرف باللغاريتم المعتاد فمثلاً لغاريتم 4 بالأساس 10 يمكن كتابته بالشكل لغاريتم 4 فقط عند عدم ذكر الأساس هذا يعني أن الأساس 10 تعريف الدالة لغاريتمية fx يساوي لغاريتم x بالأساس b هي دالة مجالها r الموجب إذن x هو عدد صحيح موجب أساسها b هو عدد حقيقي موجب ولا يساوي الواحد ومدى الدالة أو مجالها المقابل هو مجموعة العداد الحقيقية r كاملة تسمى الدالة لغاريتمية ذات الأساس b تمرين أوجد مجال تعريف كل من الدوال التالي أو مجموعة تعريف كل من الدوال التالي fx يساوي لغاريتم 3 نقص x الدالة الأخرى لغاريتم x تربيع زائد 1 بالأساس 4 الدالة الثالثة لغاريتم x تربيع بالأساس 2 والدالة الرابعة هي أربعة مضروبة لغاريتم 5 نقص 3x بالأساس 3 طبعا هنا الأساس لم يذكر فهو عشرة في جميع هذه اللغاريتمات لا أهتم بالأساس أي كان الأساس فإن مجال الدالة متعلق فقط بما داخل اللغاريتم أيضا هذا العدد خارج اللغاريتم غير مهم عند إيجاد مجال الدالة بالنسبة لي إيجاد مجال هو مناقشة ما داخل اللغاريتم يجب أن يكون ما داخل اللغاريتم أكبر من الصفر هذا يعني إذا كان 3 نقص x أكبر من الصفر فإن x أصغر من 3 طبعا يمكن إما نقل سالب x للطرف الآخر لتصبح 3 أكبر من x ويمكن كتابته بهذا الشكل x أصغر من 3 أو يمكن نقل الثلاثة للطرف الآخر تصبح سالب ثلاثة ثم تضرب بعدد سالب وتغيير إشارة المتبين x أصغر من 3 أي من سالب ما لا نهاي إلى 3 مفتوح هذا هو مجال هذه الدالة f ننتقل إلى b ما داخل اللغاريتم x تربيع زائد 1 أكبر من الصفر هو مجال دائما دالة لغاريتم 100 ما داخل اللغاريتم أكبر من الصفر طبعا x تربيع هو عدد أكبر من أو يساوي الصفر هذا يعني أن x تربيع زائد 1 موجب دوما إذن هذه العلاقة محققة دوما وبالتالي مجال هذه الدالة هو كامل r c ما داخل لغاريتم x تربيع x تربيع أكبر من الصفر هذا يعني بجذر الطرفين نحصل على مطلق x أكبر من الصفر ومنه إما x أكبر من صفر أو أصغر من صفر إذن مهما كانت قيمة x سالبة أو موجبة فإن المربع يكون موجب طبعا ما عدا عند الصفر إذن x يمكن أن يكون أي عدد سالب وموجب لأن كل عدد سالب أو موجب مربعه أكبر من الصفر ما عدا الصفر وبالتالي مجال الدالة هو r مع عدا الصفر أو يمكن كتابته على شكل اتحاد فترتين من سالب ما لا نهاية إلى صفر اتحاد من صفر إلى لا نهاية أخيرا هذه الدالة إذن لن أهتم بالأربعة أو بالأساس أهتم فقط بما داخل لغارتم خمسة ناقص ثلاثة x أكبر من الصفر متباينة بسيطة بحل نحصل على x أصغر من خمسة على ثلاثة إذن مجال الدالة من سالب ما لا نهاية إلى خمسة على ثلاثة مفتوح تكلمنا في هذا اللقاء عن تعريف الدالة اللغارتمية وكيف يمكن إيجاد هذه الدالة اللغارتمية وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات